موسيقى مدفعية القوات المشتركة تدق أوكارا وثقنات حوثية في قطاعي الدريهمي ومدينة الحديدة مصرع وجرح العشرات من الحوثيين في معارك بالجبهات غربي مارب وشمال حجة موسيقى تحذيرات من الانهيار التام للتعليم وجلسة استماع لمعاناة النازحين في غياب المنظمات الإغاثية موسيقى الثامنة والنصف بتوقيت العصف المصنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم ذكت مدفعية القوات المشتركة أوكارا وثقنات للميليشيا الحوثية في قطاعي الدريهمي ومدينة الحديدة جرى أخروقات جديدة للميليشيا الحوثية وقامت القوات المشتركة بعملية رصد دقيقة لأوكار وثقنات الميليشيا في الدريهمي ومدينة الحديدة التي استهدفت منها الميليشيا الأعيان المدنية ووجهت مدفعية القوات المشتركة ضربات مركزة لأوكار وثقنات الميليشيا الحوثية تمكنت من تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة للحوثيين وتكللت الضربات المركزة للقوات المشتركة بتكبيد الحوثيين خسائر مادية وبشرية فادحة وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى رصدات القوات المشتركة تحليق خمس طائرات استطلاع لميليشيا الحوثي فوق مناطق متفارقة في محافظة الحديدة وجرى رصد تحليق ثلاث طائرات استطلاع حوثية فوق مديريات حيس وطائرتين فوق مركز مديريات التحيطة جنوب الحديدة ضمن خروقات الميليشيا لاتفاق سوكولم وتواصل ميليشيا الحوثي إرسال طائرات استطلاع تجسسية تمهيدا لتصعيد عملياتها العسكرية ولكن سرعان ما تفشل على أيدي القوات المشتركة عودت الميليشيا الحوثية شن هجماتها العدوانية ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية في مديريات التحيطة جنوب محافظة الحديدة مصادر محلية تحدثت عن قصف الحوثيين بعيارات نارية مختلفة استهدف سكانا في مركز مديريات التحيطة السبت متسببا بأضرار مادية في بعض الأبنية وحالة من الخوف في أوساط المدنيين خاصة للأطفال والنساء وذكرت المصادر أن الميليشيا نفذت القصف باستخدام الأسلحة الرشاشة وسلاح البيكة في إطار انتهاكاتها اليومية ضد المدنيين في الساحل الغربي وفي مالب أعلنت القوات الحكومية مصرع أكثر من خمسين عنصرا من ميليشيا الحوثي في جبهتي المشجح والكسارة الغربي المحافظة وقال مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي نفذت هجوما باتجاه مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح تمكنت القوات الحكومية ورجال القبائل بإسناد الطيران من التصدي لها وأكد المصدر أن المواجهات في الجبهتين انتهت بفرار مجاميع الميليشيا المدعومة من إيران بعد مصرع ثلاثة وخمسين من عناصرها وجرح آخرين وأضاف أن الطيران التحالف نفذ غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية في طريقها للجبهتين أسفرت عن تدمير عربة بي ام بي وعربتين مدرعتين وخمسة أطقم ومصرع جميعا كانوا على متنها فيما دمرت المدفعية عربة مدرعة وثلاثة أطقم وتواصل ميليشيا الحوثي الدفع بمزيد من المغرر بهم إلى محرق الموت في أسوار مارب فيما القوات الحكومية ورجال القبائل يعقدون العزم على دحر الجحافلية والتقدم صوب العاصمة صنعا وجميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية مواجهات محتدمة تخوضها القوات الحكومية والقبائل ضد ميليشيا الحوثي في معركة مصيرية تثبت بأن لا مكان للحوثي ومشروعها العنصري في اليمن بشكل عام وفي العاصمة السبائية مأريب على وش التحديد بعدما تحولت رمالها وصحاريها إلى محارق موت تلتهم جحافل الميليشيا ممن تزج بهم إلى جبهة الموت بغية تحقيق أي تقدم في هذه الجبهة للاستهلاك الإعلامي عبر وسائل إعلامها التضليلية وعن جديد جبهات مأريب قتل العشرات من عناصر الميليشيا أثناء تنفيذ هجوم جديد في جبهة الكسارة أحد أهم محاول القتال في محافظة مأريب قبل أن تتراجع تحت ضربات القوات الحكومية والمقاومة وقد حاولت استعادة بعض المواقع العسكرية التي خسرتها في الساعات الماضية ودفعت بالعديد من المجاميع لكن أبطال القوات الحكومية ورجال القبائل نجحوا في التعامل معها وأفشل مخططاتها وأسفرت المعركة التي شهدتها جبهة الكسارة عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا ما بين قتيل وجريحة فيما لذا من نجى منهم بالفرار كما أسفرت عن تدمير أربع آليات ودوريات قتالية للميليشيا وسقود كل من عليها بالتزامن مع سلسلة ضربات جوية دمرت خلالها دوريات عسكرية والسهدف التجمعات عدة وتعزيزات للميليشيا وفي جبهة المشجح بصرواح دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عراصل الميليشيا بينهم قيادي برتبة لواء ومنذ السابع من يناير الماضي يشهد محيد محافظة مأرب معارك عنيفة تسعى ميليشيا الحوثي من خلالها للصيدرة على المحافظة غير أنها لم تحصصوا الموت للمئات من أبناء القبائل المغرر بهم وكذا المهمشين الذين تستخدمهم دروعا بشرية في حربها العبثية تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ومعه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني سير العمليات العسكرية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة والتقى الفريق بن عزيز ومعه الإرياني قائد مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق وعددا من قيادات المقاومة وشيوخ القبائل المساندة للقوات الحكومية وقال الفريق بن عزيز إن القوات الحكومية تتحكم في الميدان وهي قادمة على الحسم والنصر والقضاء على مليشيا الإرهاب الإيرانية ودع الحكومة إلى الاطلاع بدور أكبر تجاه المعركة الحالية ومساندة القوات الحكومية لدحر المليشيا الحوثية واستعادة الدولة وبنائها وفي حجة سقط قتلى وجرح من المليشيا الحوثية فيما تم إعطاب آليات عسكرية بينها مدرعة شمال المحافظة أوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات الحكومية تصدت لهجوم واسع شنته المليشيا الحوثية على عدة قطاعات في مديريات عبس وحرض وغرب مستبى شمالي المحافظة وبيّنت المصادر أن العشرات من العناصر المهاجمة التابعة للمليشيا سقطوا بين قتيل وجرح فيما تم إعطاب آليات عسكرية وفي الأثناء شنت الطيران غارات استهدفت تجمعات حوثية ودورية عسكرية في بني حسن وأخرى لمجامع كبيرة من المليشيا في مديرية حرب في ظل المتغيرات الحاصلة عاقب أحداث ما سمي بالربيع العربي طيلة عقد كامل حذر تقرير استخباري دولي من تفكك مجتمعات وانهيار أنظمة خلال عشرين عاما نتيجة التحديات المتعلقة بالمناخ والأمراض والأزمات الاقتصادية والتكنولوجيا المتطورة باستمرارها العقد المنصر بقدر التغيرات التي عصفت بالمنطقة في بدايته من خلال فوضى ما سمي بثورات الربيع العربي وانتهاء بوباء كورونا الذي اشتاح العالم لم يكن ذلك سوى البداية لتحديات عالمية متتالية ستعصف بالدول والمجتمعات قاطبة خلال العقدين المقبلين وفق تقرير جديد صادر عن محللي استخبارات أمريكيين وبناء على التقرير المؤلف من 156 صفحة ويحمل عنوان الاتجاهات العالمية 2040 فإن المؤسسات والأنظمة التي هيمنت على الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتحديدا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ستجاهد للاستجابة للتحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والأمراض والأزمات المالية والتكنولوجيا المتطورة باستمرار تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تم تحديدها في التقرير حيث من المتوقع أن تزداد هذه الظاهرة تدريجيا على مدى العقدين المقبلين الأمر الذي يعرض جميع البلدان لدرجات حرارة مرتفعة وارتفاع منسوب مياه البحر ما قد يتسبب في أعاصير وفيضانات شبهة بيتسونام الذي اضرب جنوب وجنوب شرق القارة الآسيوية وامتدت آثاره إلى الغرب عام 2004 وستكون البلدان الفقيرة والنامية هي الأكثر عضة للمعاناة وقد يؤدي عدم قدرة حكوماتها على التكيف والاستجابة للأزمات السياسية والاقتصادية إلى موجات جديدة من الهجرة وبالتالي إجهاد موارد وقدرات البلدان التي يهاجرون إليها ويقول التقرير لقد ذكرت جائحة كوفيد-19 العالم بهشاشته النظام الدولي ضعيف الإعداد لمواجهة التحديات العالمية المتفاقمة الأمر الذي يجعل العالم مطالبا بالتكاتف والتخلي عن الأنانية المفرطة من أجل مواجهة الأمراض التي تهدد الكائن البشري وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام والذكاء الصناعي لديها القدرة على التأثير وتكوين الرأي العام أو تشويه الحقيقة والواقع بشكل أكبر مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات بشكل متزايد حيث يبحث الناس عن الأمن باللجوء إلى مجموعات متشابهة التفكير ويقول المحللون إن العامل الآخر الذي سيشكل العالم خلال العشرين عاما المقبلة وصراع القوى العالمي بين الولايات المتحدة والصين ويظهر ذلك في التحالفات التي نشأت في منطقة الشرق الأوسط وتمس في المقام الأول مصالح الدول العربية إذ سيحدد التنافس بين الولايات المتحدة والصين المعايير العامة للبيئة الجيوسياسية خلال العقود المقبلة كما سيؤدي إلى تقاسم نفوذ جديد أشبه بسايكس بيكو مما يفرض خيارات أكثر صرامة على الجهات الفاعلة الأخرى فهل تعي الحكومات العربية خطورة هذه التحديات وتعد العدة للخروج منها بأقل الأضرار أكد صندوق اليمن الإنساني الذي أنشأته الأمم المتحدة أن بإعتاد مراقبة المشاريع الممولة منه في اليمن وجدت أن نحو نصف المشاريع لم تنفذ أو نفذ جزء منها بسبب عبث الميليشيا بأموال المانهين نصف المشاريع الإنسانية في اليمن لم تنفذ بسبب عبث الميليشيا الخوثية بأموال المساعدات الإنسانية هذا ما أكده صندوق اليمن الإنساني الذي أنشأته الأمم المتحدة ضمن تقرير المتابعة السنوية للصندوق وقيمت بأثات مراقبة المشاريع الممولة من الصندوق 44 منها على أنها ضعيفة الأداء دون منبر كافي لنهب أموالها من قبل الميليشيا التي أستورت على المشاريع الإنسانية وتحاول إيجاد بديل المنظمات المحلية والدولية وأن تكون تابعة لها ميليشيا الخوثي أنشأت مئات المنظمات لتحل بدلا من المنظمات الأخرى بهدف الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع مشاريع وهمية لا يتم تنفيذها يؤكد عاملون في منظمات محلية أن أصحاب هذه المنظمات يتربحون منها بشكل واسع بتقديم وازنات ضخمة للمشاريع التي ينفذونها ويسلمون تمويلات لهذه المشاريع ولا ينفذون إلا القليل منها وتشير التقارير إلى أن المنظمات العاملة في القطاع الإنساني باليمن تمارس عملها دون أن تتم مراقبة إدارتها أو إنفاقها المال من قبل المانحين وهذا ما ينتج عنه انتهاكات مالية بحق المحتاجين وقد لوحظ تحول مدراء ملاك المنظمات إلى أثرياء وظهر ذلك في تغيير أحوال ملاك المنظمات المحلية في شراء الفلل والاستثمارات التي يفتحونها بعدما كانوا قبل الحرب يسكنون في شقق بالإيجار ويعيشون ظروفا اقتصادية متردية ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن مبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021 أقل من تبرعات عام 2020 وأقل بمليار دولار مما تم التأهد به في المؤتمر الذي عقد في 2019 حذرت جهات ومنظمات دولية من أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن إلى الانهيار التام لقطع التعليم وقال بيان مشترك صادر عن صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر والشراكة العالمية من أجل التعليم ومنظبتي اليونسف واليونسكو إن المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين في اليمن قد يؤدي إلى الانهيار التام لقطع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال وخصوصا الفئات الأكثر تهميشا وأضاف التقرير أن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي وباء كورونا والكلرة والحصبة وشلل الأطفال والفقر أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدارس كما أن خمسة وثمانية من عشر ملايين طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا هم الآن عرضة لخطر التسرب وأوقفت مليشي الحوثي صرف مرتبات موظفي القطاع العام بمن فيهم المعلمون في مناطق سيطرتها منذ أربعة أعوام ونصف نظم تكتل ثمانية مارس من أجل نساء اليمن جلسة استماع للنازحين في محافظة مارب تحت عنوان النازحون في مارب معاناة مستمرة وتجاهل دولي وفي الجلسة استعرض النازحون المعاناة التي يعيشونها في مخيمات النزوح جراء القصف العشوائي من قبل المليشي الحوثية على المخيمات وأكد المشاركون أن هذه الأنشطة تأتي لإظهار معاناة النازحين وإبرازها للمجتمع الدولي بمنظماته وجهاته المختلفة وأشارت إلى أن هذه الجلسة توفر فرصة للنازحين لإيصال صوتهم والتعبير عن معاناتهم للعالم مشيرة إلى حجم الخذلان الكبير الذي داقاه مجتمع النازحين في مارب من قبل المجتمع بمنظماته وهيئاته المختلفة النازحون في محافظة مارب على وجه التحديد هم في اليمن بشكل عمومة لكنهم في مارب على وجه التحديد معاناة مستمرة وتراجيديا مستمرة بما تعنيه الكلمة وبالمقابل هناك تدخلات المنظمات الدولية سواء موجودة مكاتبها في مارب أو عبر شركاء أو وسطاء لكن هذه التدخلات لا تتناسب مع تفاقم الاحتياج ولا تتناسب مع حجم الاحتياج الكبير والمعاناة المستمرة اليوم متحدثنا في الجرسة عن أوضع النازحين في المخيمات في مختلف المخيمات وكان في مخيمة الشفينة أو الرغضة أو مخيمات الميرس ويداء المخيمات التي قصفتها الحوثيين يعني استمعنا للنازحين الذين انتقلوا من مكان لآخر بسبب التفجيرات للحوثيين كيف الضرر منها أيضا استمعنا من الحضور والنازحين إلى كيف المنظمات تعاملت معهم الأغلب يعني يقول أن المنظمات كانت فقط تأتي لتصور الوضع لكن في الأخير لا يستفيدوا منها أي شيء وكان هناك بعض التوصيات من الحضور وأيضا من الموجودين في الجلسة وإن شاء الله سنستفيد منها مستقبلا ما حدث مؤخرا من وقائع الحريق في مخيمات النازحين خصوصا في الجفينة حدث الحريق مما أدى إلى أنه حوالي خمسة عشر بيت أصبحوا بدون مأوى كل بيت فيه العديد من الأسر كما تعرفون حالات النازحين البيت الواحد تسكنه أكثر من أسر فمن خلالكم نناشد هذه المنظمات أن تقوم بدورها وتلبية احتياجاتهم كونهم أصبحوا بدون مأوى وبحاجة إلى المساعدة العاجلة والقيام بهذه المهمة المناطبهم مستمرة النشر وفيها بعد الفاصل الحكومة تقدم عشرة آلاف جرعة لقاح كورونا للكادر الصحي بمناطق سيطرة الحوثيين اشتركوا في القناة أجل المطلوس الثالثي على مطلقة الروبة أستهدف الأطفال الأبرياء ليلعبوا في الشارع وقتلهم جرحهم في الشعاب المزقلة الحوثيين ونرحق قتلهم لجالنا من الكسارة وهو مكذوفة لعرض الأطفال لدي أدعي السلام أقولوا السلام أمتل أطفالنا يقاتل أطفالنا والأبرياء ونحن نقاتلهم في الجبهات أنا أقول تلتجعب لأقلنا يقع واحد ساروخ ثاني جاء طلعت البيت حقنا تسنى العبد من أصحابي وساروخ الترح أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل أكثر من خمسين إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا في ست محافظات وأوضحت في حسابها على تويتر أن ثماني عشرة إصابة سجلت في حضر موت وخمس عشر في تعز وأربع في مارب وأربع في عدن وواحدة في كل من شبوة والبيضاء وتم تسجيل تسع حالات وفاة منها خمس في حضر موت واثنتان في تعز وواحدة في كل من شبوة ومارب كما تم تسجيل أربعين حالة شفاء ثمان وعشرون في حضر موت وست في المهرة وأربع في شبوة واثنتان في مارب ليصبح إجمالي الحالات خمسة آلاف ومائتين وستة وسبعين منها ألف وإحدى وثلاثون وفا وألفان وسبع وعشرون تعاف قال وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح إنه تم تقديم عشرة آلاف جرعة من لقاح كورونا للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثين أفاد في حسابي على تويتر عشرة آلاف جرعة من لقاح كورونا استلمتها منظمة الصحة العالمية لتعطى للكادر الصحي في المحافظات تحت سيطرة الحوثي حسب طلبهم رغم استعدادنا لإعطائهم عددا أكبر وأضاف هناك رابط على النت لتسجيل الراغبين منهم بأخذ اللقاح خلال هذا الأسبوع وسيرسلون للمحافظات الأقرب لهم لأخذ اللقاح ونهاية مارس تسلم اليمن أول دفعة من لقاح كورونا والتي بلغت 360 ألف جرعة وصلت إلى مدينة عدن من لقاح أسترازينيكا البريطاني وهي الدفعة الأولى من واحد وتسعة من عشر مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال 2021 وفي الوقت الذي يخنق وباء كورونا محافظة تعز تستمر ميليشيا الحوثي في حصار المدينة ما يضاعف حجم المعاناة الإنسانية ويزيد مخاوف خروج الوضع عن السيطرة تعز بين حجري رحا فإلى جانب اختناق المحافظة بالحصار الحوثي المطبق على المدينة لأكثر من ست سنوات يتنفس الأهالي بصعوبة جراء تفشي فيروس كورونا في أوساطهم وظهر ذلك من خلال احتلال المحافظة صدارة المناطق المحررة من حيث عدد الإصابات والوفايات بكورونا طيلة الأسبوع المنصرم مدير التثقيف الصحيف تعز تيسير السامعي قال إن المحافظة سجلت أمس الجمعة 29 حالة مؤكدة ليرتفع العدد إلى 653 حالة مؤكدة منذ بداية عام 2021 بالإضافة إلى تسجيل ست حالات وفاة ليرتفع عدد الوفايات المؤكدة إلى 77 حالة في حين بلغ عدد حالات الشفاء 70 حالة الإحصائيات المسجلة منذ بداية العام الجاري تؤكد أن الإصابات بلغت ضعفين ما تم تسجيله طيلة العام المنصرم ما يؤكد خطورة الموجة الثانية التي تفوق قدرات القطاع الصحي الذي عجز عن الاستجابة لأمراض كالملاريا والدفتيريا والكوليرا فكيف إذا تعلق الأمر بمواجهة فيروس كورونا وفي ظل هذا الوضع الإنساني الصعب دعا الثلاثون منظمة دولية ومحلية إلى تقديم الدعم لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا حيث طالبت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدات الطبية وضمان وصول الإمدادات الطبية اللازمة للعاملين الصحيين في المحافظة وتدريبهم منظمات الاتحاد الأوروبي بدورها دعت إلى سرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة لمواجهة الظروف الطارئة في القطاع الصحي في المقابل دعا مكتب غريفث الفاعلين الدوليين للاستجابة لنداء الاستغاثة وتنفيذ بند اتفاق سويد المتمثل برفع الحصار الحوثي عن محافظة تعز يذكر أن ميليشيا الحوثي مستمرة في قطع الطرقات المؤدية إلى المدينة ما يعوقو صول إمدادات الدواء والغذاء ويزيد أعباء القطاع الصحي المنهار أصلا في ظل اقتصار الدعم على مبالغ زهيدا من السلطة المحلية وكميات قليلة من أسطوانات الأكسجين التي لا تلبي الطلب المتزايد عليها في مستشفيات المدينة في حين تكتفي المنظمات الدولية بالدعوة إلى الاستجابة لنداء الاستغاثة وكأنها لم تجمع تبرعات لليمنيين خلال مؤتمرات وخطط الاستجابة الإنسانية وعالميا تخطى المصابون بفيروس كورونا حاجز 135 مليون ونصف مليون في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت العودة عدد من الدول إلى تجديد الإجراءات وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 وصل إلى 135 مليون وستمائة وخمسة وستين ألف شخص فيما تجاوزت الوفيات مليونين وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا ووصل عدد من تم الشفاء من المرض إلى أكثر من 109 ملايين ومائة وخمسة وأربعين ألف شخص قامت السلطات الصحية في قطاع غزة بتشديد القيود جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خاصة السلالة البريطانية السريعة لانتشار بنسبة بلغت 40% وتم غلق المؤسسات التعليمية والحكومية حتى إشعار آخر وأمن المتوقع أن تصدر إجراءات صحية أكثر صرارة خلال شهر رمضان قال علماء إنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من وافيات كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا لبدء ارتفاع درجة الحرارة في بعض الدول بحسب صحيفة ديليميل البريطانية فقد وجد الخبراء أن الأماكن المشمسة شهدت عدد وفيات أقل بحوالي الثلث بسبب تفشي بيروس كورونا منذ أكثر من عام ويقول العلماء إن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تطلق مادة كيميائية على الجلد تمنع انتشار البيروس القاتل وقارن باحثون من جامعة أدنبرة في المملكة المتحدة بين الوفيات المسجلة بسبب كوفيد-19 مع مستويات الأشعة فوق البنفسجية في 2474 مقاطعة في الولايات المتحدة بين يناير وأبريل من العام الماضي ووجدوا أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات المستوى الأعلى من التعرض للأشعة فوق البنفسجية لديهم مخاطر أقل للوفاة بسبب كورونا وذلك بنسبة 95% أكد في الصين أنها ستنتج ثلاثة مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام وقالت شينغ تشونغ رئيس فريق تنسيق مشروعات تطوير لقاح كوفيد-19 في الصين في النصف الثاني من هذا العام سنكون قادرين تماما على تلبية احتياجاتنا وقالت الحكومة أن الإنتاج تضاعف ثلاث مرات منذ الأول من فبراير حتى واخر مارس إلى خمسة ملايين جرعة يوميا وقالت شركة سينوفاك أنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ملياري جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة وذكرت شركة سينوفاك الجمعة أنها ستتمكن من توفير مائة مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريا اعتبارا من شهر أبريل انتقدت منظمة الصحة العالمية ما قالت أنه خلل صادم في توزيع لقاحات فيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم الجمعة على التمسك بالهدف الرئيس لبدء تنفيذ برامج التطعيم في كل دول العالم بحلول السبت وكررت منظمة الصحة العالمية دعواتها السابقة بضرورة توزيع أكثر عدالة للقاحات ولتحقيق هذا الهدف أطلقت المنظمة مخططة كوفاكس المصمم لإيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة غير القادرة على شراء اللقاحات أو توفيرها بطرق أخرى ونجح البرنامج حتى الآن في توفير أكثر من 38 مليون جرعة إلى حوالي مئة دولة من قارات مختلفة ويسعى لضمان حصول 92 دولة فقيرة على اللقاحات في نفس الوقت لحصول الدول الغنية عليها وفي النشرة أيضا فضح مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن شحنات المواد الغذائية الواصلة إلى ميناء الحديدة اشتركوا في القناة ترتفع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني في عدم يشتك المواطنون من عدم استقرار الأسعار وتذبذبها من حين لآخر في ظل عدم انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة ما يضاعف أعباء المواطنين خصوصا قبيل شهر رمضان المبارك فقد بدأ الموسم الرمضاني كما عهدناه كل عام وأصبح الشهر الكريم على الأبواب وهكذا تعج المعارض والأسواق بالمنتجات والسلع الرمضانية إلا أن الحال اليوم لم يعود كما كان قبل الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي فالغلاء وارتفاع الأسعار وجشع غالبية التجار أصبح سمة الشهر المبارك حاليا في هذه الأيام وهذه الأوضاع أصبح المواطن حتى لا يستطيع أن يشتري حاقة رمضان بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار في هذه الأيام الأوضاع المعيشية التي يعيشها الوطن جعلت من هذه المعارض والتجمعات التجارية عند غالبية المواطنين مجرد ألم وحسر على عدم القدرة على تلبية احتياجات أسرهم وشرال احتياجات الأساسية والضرورية التي تعينهم على صيام الشهر الفضيل حيث أصبحت أسعار السلع في ارتفاع وتزايد مستمر مع استمرار قطاع المرتبات وعدم مصادر الدخل وعدم انتظام صرف المرتبات لمن شملتهم مرتبات الحكومة من النازحين أو العاملين في المناطق المحررة فضلا عن انهيار صرف الريال أمام العملات الأجنبية وهو ما ينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية لو كانت الإمكانية عند الناس ديدة لقيت هذا السوبر ماركت المول هذا يعني مزدحم جدا بالناس ولهذا لكن الناس ما تقدر الآن إمكانيتها ضعيفة جدا ونحن في داخل شهر رمضان ماش قادر الناس تتصبر تجيب لها سامانها ويتضح انكماش مستوى الشراء بشكل رهيب وانخفاض العديد من المستهلكين والمتسوقين داخل المولات بعد أن كانت تكتض الأسواق والمولات قبيل شهر رمضان بالمستهلكين قبل فوضى العام 2011 ومثلها من حرب عبثية شعلتها ميليشيا الخوثي على اليمن واليمنيين يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يعجز عن تلبية احتياجات شهر الصوم ليأتي بعد ذلك الهم الأكبر المتمثل في تلبية احتياجات العيد من أن تكون الأسعار ناقصة العملة مرتفعة الدب الغاز بـ 10.9500 القصعد دانو مش قادرين توصل عليها المواطن بدون راتب بدون شغل إضافي الدب الغاز بـ 10.500 تواصل إلى 10.000 في بعض المحطات إضافة إلى ذلك المواطن فيما سبق أو في السابق كان يدور عن الكماليات أو يبحث عن الكماليات حاليا مش قادر يصل إلى الأساسيات الذي يستقبل فيها شهر رمضان من ناحية فطور سحور عشاء شهر الكريم داخل علينا رمضان والأسعار هي على ما هي نعرفها من أول كل ما لها ترتفع والأسعار مكانها ثابتة بينجل الجولار والريال والأسعار على ما هي ولعل أكثر ما يزيد الطين بالله هذا العام جايخة كورونا التي فاقمت الأوضاع في البلاد ولم ترحم المواطن البسيط المثقل أصلا بالفقر والعوز ويعيش تحت وطأة الحرب واستغلال وجشع التجار لظروف المواطنين وحاجتهم الضرورية لاستلاع الأساسية والطبية والتلاعب بالأسعار واستمرارها في الارتفاع وتفاوتها من مكان إلى آخر بضريعة عدم استقرار صرف العملة في ظل غياب الدور الرقابي الحكومي البنك الدولي يكشف تقلص الاقتصاد اليمني بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة وتقرير أممي يفضح مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن شحنات المواد الغذائية الواصلة إلى ميناء الحديدة وتظاهرة احتجاجية في المحفد أبيا للتنديد بالأوضاع المعيشية المتردية وغيرها من الأخبار في الملاف الاقتصادي جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلية حيث أقال البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني تقلص بشكل حاد من قاعدة مخفضة بالفعل جراء تضروري قضاء النفط المصدر الكبير الوحيد من الصادرات وأضاف أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسرعة مدفوعة بانخفاض قيمة العملة والاضطرابات التجارية وارتفاع أسعى المواد الغذائية والنقص الحاد في إمدادات الوقود وتعطيل عملية الإنسانية وتقليص حجمها وأشار البنك في تحديث الأخير شهر أبريل 2021 لأن النشاط الاقتصادي غير النفطي يعانى بشكل كبير من التباطئ التجاري المرتبط بجائحة كورونا مضيفا أن النقص الكبير في العملات الأجنبية واستنفاذ تمويل الواردات الأساسية من وديعة السعودية وانخفاض عائدات النفط وتقليص حجم المساعدات الإنسانية زادت الاقتصاد اليمني إن كماشا كشف تقرير للأمم المتحدة عن زيادة شحنة المواد الغذائية الواصلة إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي بنسبة 45% بواقع نحو 445 طن وأوضح التقرير أنه تم السمح لأربع ناقلة تحمل 72.295 طن من الوقود بدخول ميناء الحديدة في مارس هو 15 سفينة تحمل مواد غذائية ويأتي تقرير آلية التفتيش التابع إلى الأمم المتحدة ليضحظ المزاعم التي تتخذ مليشي الحوثي مبررا لتصعيد هجماتي العدواني على مارب وخارج الحدود تحت مسمى الضغط حتى رفع الحصار وسبق المليشي الحوثي رفض المبادرة السعودية ومن قبلها للمبعوث الأممي إلى اليمن بهدف وقف الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية نظم العشرات من أبناء مديرات المحفد بمحافظة أبيان تظاهرة احتجاجية للتنديد بتدهل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية الصعبة ودع المتظاهرون الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حلول اقتصادية جذرية والالتفاف إلى المواطنين الذين يتجرعون المعاناة جرى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهل الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والصحة كشفت وثيقة رسمية وفاتورة بيع الاستوانات الغاز المنزلي لمحطة تعبئة الغاز لأحد الوكالة في عدن وجود مخالفة للسعر الرسمي من مكتب الصناعة والتجارة والشركة اليمنية للغاز والمحددي ب3350 ريال على أن يكون الربح للوكيل 300 ريال بحيث تصل استوانة الغاز للمواطن ب3650 ريال ودع المواطن في عدن الجهة المعنية إلى تحمل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات القانونية ارتراد على المخالفين والمتلاعبين بهذه المادة الضرورية خاصة في ظل المعاناة النجم عن سوء الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك يأتي هذا في وقت إن أكدت في مصادر محلية افتتاح عدد من محطة تعبئة الغاز مؤخرا إلا أن تبيع الغاز بأسعار سوق السوداء وأخيرا نفذ مكتب التجارة والصناعة في عدن نزول ميدانيا للاطلاع على مستوى تنفيذ التعميم الصادر عن مكتب المحافظ ومكتب التجارة والصناعة والذي قضى بإلزام ملاك الأفران ببيع قراش الروتي على المستالكين بسعر 640 ريال للكيلوجرام الواحد وأكد مسؤول مكتب الصناعة والتجارة عدم التهون في إغلاق الأفران المخالفة داعين ملاكة إلى الالتزام بالوزن والسأل المحددين بالإضافة إلى الجودة في جيبوتي حصل الرئيس المنتهي ولايته اسماعيل عمر قيلة الجمعة على ولاية خامسة بنسبة تجاوزت 98% من أصوات الناخبين وقال وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء الجمعة عبر التلفزيون العام أن الرئيس إسماعيل عمر قيلة يحصل على 167.535 صوتا أي 98.58% وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في التاسع من أبريل 2021 موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري ودعي حوالي 215 ألف ناخب مسجل من أصل 990 ألف نسمة للتصويت في أحد مراكز الاقتراع 529 في البلاد ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي وفي الختام تذكير بأبرز العناوين انفعية القوات المشتركة تدق أو كارب وتقنات حوثية في خطاعي الدراهيمي ومدينة الحديدة مصرع وجرح عشرات الحوثيين في معارك بالجبهات غربي مارب وشمال حجة تحذيرات من الانهيار التام للتعليم وجلسة استماع لمعاناة النازحين في غياب المنظمات الإغاثية لقاؤنا في الحادي عشر ونصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة